انظروا إلى فساد هذه المناهج تجد هم ينصبون أميرا من أنفسهم قد يكون نفر قليل هذا أميرهم يسمع له ويطاع ومن أطاعه قد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله يستطيعونه بالحديث وأن لا يجد الخروج عن أمره وهو أمير جماعة ومجموعة أو حزم بينما الحاكم الرسمي اللي يقول لو قال غدا عطلة عطلة لقال غيرنا العملة غيرنا العملة لو قال افعل وافعل لا تفعل وتفعل لقال ممنوع ممنوع هذا ما له السمع ولا طاع ويعلمون أتباعهم هذا الشيء أما ذاك اللي هم ينصبونه هذا له السمع والطاع وأدلة السمع والطاع كلها تنطبق على هذا الأمير الخفية أو المستخفي تبهتم هذا فساد عظيم فرق الأمة تجد البلد الواحدة فيها عدة أمراء كل مجموعة كل حزب كل كذا كل حزب بما لديهم فرقوا الأمة فلا تجد يدعو الناس إلى السمع والطاع لو الناس سمعوا وطاعوا لأمرهم اجتمعوا ما يتفرقون هذه مسألة مهمة جدا مسألة أخرى مهمة جدا أن من الناس يقول لا هذا نسمع له ونطيع لكن ما يسمع وطيع تعبدا لله ممكن رجل نصراني أو رافضي أو إلى آخرة في هذه البلاد يقول لا نسمع ونطيع للأمير لكن هل تعبدا لله يسمع وطيع لا تبهتم ما يسمع وطيع تعبدا لله السمع والطاع هذه عبادة لله كما قال الشيخ نغاثيم رحمة الله عليه عند قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال طاعة وللأمر هي طاعة مخلوق لمخلوق ولا طاعة مخلوق لخالق ها كيف مخلوق وللأمر مخلوق ولا خالق مخلوق كيف إذا نعيد السؤال انتبه سعيد انتبه طاعة وللأمر هل هي طاعة مخلوق لمخلوق ولا طاعة مخلوق لخالق مخلوق لخالق لماذا لان من الذي امر كان تطيع الامر الله عز وجل يعني نظير هذا برك لوالديك لو كان قد يبتل الانسان بوالد سيء قد يكون كافرا قد يكون مشركا قد يأمر بالمعصية قد يشرب الخمر قد يكون تارك للصلاة فانت تصبر على اذا وتبره بما استطاعت وهو لا يستحق قد يكون كافرا الا يوجد كما قال جل وعلا وانجاه هداك الا ان تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطحمه صاحبه في الدنيا معروفة فلما يصاحب المسلم والده بالمعروف وهو مشرك ويدعو الى الشرك ويجاهد يجاهد ابنه على ان يشرك لماذا يفعل ذلك لان الله جل وعلا امره فهي طاعة لله عز وجل فاسمع وانتبه من الناس ما يقول سمعه طاعة لكن قصده ماذا هل قصده عبادة لله لان الله جل وعلا امره بذلك لان الرسول صلى الله يسأمر بذلك لا كلا بل منهم من يعيب على من يقول سمعه طاعة وكأنه يقول ايش كأنك جئت بهذا المبدأ من تلقاء نفسك قبل ايام جئت بالطائرة واحد جنب قال انت من ربع سمعه طاعة قلت ايشان طلع من عندي يا سمعه طاعة انت من جماعة اسمع واطع هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وذاك قلنا احنا فيما درس مضى اذا امرت حتى ابنك بشي اربط هالامر بالله عز وجل اذا قلت له صل لان الله امرانا بالصلاة اذا قلت لا تكذب لان الله حرم الكذب لان اذا فهم الولد بانك لا تكذب طاعة لك ربما متى ما استطاع يتخلص منك كذب وربما اذا غفلت عنه ترك الصلاة لانه يطيعك انت ما يطيع الله عز وجل فانت لتربية اولادك قل لا ها صل الله جل وعلا امرنا بالصلاة لا تكذب الله حرم الكذب اسمع واطع الله جل وعلا امرنا بذلك تبعوا لهذه المعاني العظيمة لانه ناس كواحد لا مذهب له ويقول بسمع وطاعا لماذا لانه حتى تمشي اموره ما لانه هذا امر شرعي شرعه الله عز وجل فلذلك الناس ما تستوعب هذا كثير عشنا عشرات السنوات مع ناس عمرهم ما قالوا اسمع واطع للحاكم طاعة لله ابدا وانما تسمع وتطيع لامير هاولا وامير هاولا وامره حتى بعضهم يعيش في بلاد ومعاهد ومبايع امير في خارج ايش البلاد بعضهم والله بعضهم يعيش هنا مثل ما يقول البدن هنا والقلب هناك هذا باطل ما نزل الله بن سلطان لكن عندهم حجج حتى ابليس يحتج ابليس ماذا قال قال انا خير من خلقتني من النار وخلقته من طين كذا بعد والله اصلا طين احسى من النار لكن كل واحد يحتج يقول كالحاكم لا يحكم الشريعة طيب انتو حاكمكم يحكم الشريعة حتى حاكم اصلا حاكمكم ما عنده بلد يحكمه حتى يحكم بالشريعة ولما وصلوا وبلغوا الكراسي واعلى المناصب حتى حكموا ايضا ما طبقوا الشريعة اذا اين اين قولكم هذا لا وطاع لانهم ما يطبقوا الشريعة حتى لما وصل كبراءهم ورؤوسهم الى الحكم ما طبقوا الشريعة فهذا كله باطل كله يخدعون الناس لان الناس ما تفقهت ولا تعلمت ولا وجدوا من يفقهم علمهم اصلا ما عمروا سمع هذا الكلام حتى المناهج اللي توضع في المدارس الحكومية ما يعلموا الناس هذا الكلام واذاك الناس تستغرب لما وحي يقول لهم اسمعوا كأن الامر ايش اجنبية امر من تلقاء اهواء الناس ليس من كلام الله ورسله فانتبهوا لهذا المهم